ان شاء الله الورشة دي مسجلة واللينك ان شاء الله هيروح اتحاد الطلبة وان شاء الله هيعملوا معاكم شير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بطلاب المستوى الاول كلية العلوم جامعة طنطا. هتمنى بس ان حضراتكم تقفلوا المايكات. هاتشفتح المايك والاخر ان شاء الله هناخد الشير من الجميع. نفتح ان شاء الله الاسئلين. اول حاجة ان شاء الله محتاجين نتكلم عليها نهاردة. اه احنا هنتكلم على الامان المعمالي. الامان المعمالي اللي هو سلامتكم في الاساس اه بتهمنا جميعا قبل اي حاجة. اه بنحافظ عليكم موجودين معنا في الكلية. بعض الارشادات محتاجين ان احنا ان شاء الله نتكلم. اه نتكلم عليك. اه نتكلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الامان المعمالي. من اهم الحاجات الموجودة عندنا في في الكلية ان احنا نخلي بالنا منها كويس قوي. هنقول مجموعة من الارشادات هتساعدني ان انا الله اقضي الاربع سنوات وانا محافظ على نفسي ومحافظ على آآ زمالي. معكم دكتور علي سليمان مستاذ في كوسما الجولوجيا ومدير واحدة في الكلية. طبعا الناس الاسبوع ده اكيد عرفت بعض الحاجات عن الكلية فاحنا نحن نقوه لبعض المعلومات الاساسية. من بداية التاريخ يعني الانسان يكون حريص ان هو يحافظ على على سلامته وبمرور الوقت بيتخذ بعض التدابير اللي بتساعده على الحفاظ على آآ ممتلكاته وعلى سلامه الشخصية وعلى سلامة المحاطين بي. آآ اكتر مثال بيقابلنا في الموضوع ده قصة سعيدنا يوسف في السنوات العجاف وازاي ان هو ربنا الهمه حسن التدبير قدر يعبر بالدولة بها آآ لمدة سبعة سنين من غير اي خسائر ويقدر يحافظ يحافظ للناس على القول بتاعهم. ده اكتر نموذج بنحب نذكره دايما باستمرار ازاي ان انا محتاج ان انا اعمل حساب الازمات والكوارس اللي ممكن تحصل. ايه علاقة الازمات والكوارس بالموضوع اللي احنا فيه احنا طبعا بنتكلم على حاجة مهمة جدا بحكم ان احنا كلية عملية بنتعامل مع كيمويات بنتعامل مع معامل بنعامل مع تشريح طلعين طول النهار في الكلية من صباح ربنا من تسعة الى ان يشاء الله اخر النهار وطبعا شوء الله ربنا يعدي الازمة اللي احنا فيها ازمة كورونا وطبعا حضراتكم اكيد متابعين وشفت الاجراءات الاحترازية لجمع احداثها وداخل الكلية رغم ان فيه اجراءات كتير تمت الا ان برضو اه في ناس كتير من الطلبة بتستهم بالامور ولقدر الله حصل حاجة هتبقى اه الشخص ذات نفسه والالمحاطين دي فيه محيط عيلته ولزميله الموجودين عنده فاحنا دايما محتاجين ان احنا الاستمرار اه نخلي بالنا من الاجراءات الاحترازية الموجودة هتلاقوها موجودة على شاشة المدخل هتلاقوها موجودة في البرشورة توازع عليكم في الحاجات الموجودة الموجودة وفي كل الميديا وانتو اكيد طبعا ملمين المام التام بالنقطة دي احنا بس محتاجين ان احنا نخلي بالنا من بعض الحاجات من الحاجات الاساسية اللي احنا محتاجين نخلي منها هو موضوع اهمية ادارة الازمات في الكوارس. ازبة زي اللي احنا عايشين فيها زي ما احنا قلنا من شوية ازمة اه كورونا. دي على على مستوى العدوى كله وكل الدول ما شايفين بتاخد كوفة الاجراءات انها تحمي اه مواطنيها وفي نفسه كمان تحافظ على اقتصادها وعدم انتفال العدوى وما زال العمل جاري على انتاج علاج. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا اه بعض المهارات الاساسية اللي بتساعدني ازاي تتغلب على الازمات والكوارس اللي ممكن اه تقبني. وطبعا ده كله بيتوقف على كفاءة الناس المتعاملين واكيد حضراتكم شوفتم تصرفات الدول حسب اه كل دولة وحسب امكانكاتها. ازاي انها بتقدر اه تتغلب على الموضوع ده وتاخد القرار السليم او بمنع حظر وخلافه. حاجات دي كلها مهمة. مهمة جدا ان انا يكون عند دي خلفية فيها. وهخلي بالي منها لان موضوع المدة اربع سنين حاجات كتير دايما هتقبني. اه علشان كده دايما الادوات النجحة في كل في كل الاماكن في كل المؤسسات حتى المستوى السبارية دايما بتهتم بالموضوع ده. ويكون عندها خطط اه جهزة لي اه مشرها على الناس المتربين او منسوجي المكان. زي ما احنا قلنا الجامعة بقى ده اجراءات احترازية. دخلتوا الكلية شفتوا العامات الارشادية الموجودة في الاول. والتباعد عند شؤونه الطلاب. وشكل مضررات كبير من الناس موجودة. ازاي داخل اه المدربات. فبالتالي كل واحد محتاج ان هو يقدي الدوت بتاعه. اه بشكل. وحسب المهمة اللي هو بيقديها بشكل. اه كويس. من الحاجات الاساسية اللي انا محتاج ان انا اعرفها في المؤسسة وان انا احافظ على الناس دي كلها. عندنا بعض التعريف الاساسية كده محتاجين نخلي بان منها. يعني ايه خطر? الخطر هو تهديد بيحدد هذا الانسان. ده كمصطلح بالنسبة لي. خطر موجود فانا محتاج ان انا اه اتعمل حذري منه واخاف على كل حاجة بتاعتي. لكن لو عندي حاجة بنسميه احنا الحادث ده بيكون شيء غير متوقع بيتمي بشكل سيئ جدا. ويصل اه ربما يكون لي اضرار اه كبيرة. في فرق ما بين الاتنين الخطر حاجة محتملة لكن الحادث اه بيحصل فيه المكان. طيب احنا عندنا في الكلية عندنا مجموعتين حاجات ممكن تقابلني خلال الاربع آآ سنوات احنا عندنا كوارث وازمات آآ آآ طبيعية. ازمات وطبيعية زي الزلازل وزي المراكين وزي اي حاجة ممكن تحصل لكن عندنا حاجات بتكون خاصة بآآ بنظام الكلازة نفسه بنظام طبيعة العمل داخل الكلية وان شاء الله هنتعرف آآ على الحاجات دي حاليا. طيب. وجود في الكلية انت دايما بستمرار هتلاقي عندك تلات ايام كده موجودين آآ بنشتغل آآ عليهم. خلاص اللي هم فيهم المحاضرات بعض المحاضرات وان شاء الله هيكون الاستكاشة. فمحتاجين ان احنا مع بعض كده آآ نعرف بعض قواعد السلامة. وهنخلي بالنا من العلامات ارشادية داخل المعامل حضاك في الكلية ان شاء الله طول ما انت ماشي هتلاقي علامات ارشادية موجودة على الجدران. هتلاقي كمان آآ في آآ في داخل المعامل آآ لفتات تحذيرية وحاجات كتير جدا. ازاي انك تعامل مع استخدام الحاجات دي كلها. في نفس الوقت كمان هتلاقي معظم الدكاترة والناس في محاضرات هيكلموك دايما على الحذر وازاي انك تحافظ على آآ على نفسك. تعالوا شوف اول حاجة محتاج ان انا اشتغل آآ معاها وانا موجود جوه المعامل. خذلكم بس الناس تقفل مايك علشان آآ الناس الموجودة معاك قدر تسمع. لان انا اقفل مايك انا عندي فانا ازاي كوندر. آآ الحياة الموجودة في المعمل ان كانت كيمويات للناس داخلين كيميا. ان كانت توصيلة كهربائية الناس الموجودين في الفيزياء. ان كانت رحلات جيولوجية واستعمال العينات صفور الناس الموجودين في جيولوجيا. ان كان تشريح للناس الموجودين في نبات وحيوان. آآ دول كلهم بيتعرضوا لحاجات محتاجين ان احنا نخلي بالنا انها كويس جدا. ويكون عندنا الوعي الكافي ازاي ان احنا نقدر نتعامل معها علشان لا قدر الله مايحصاش اي حاجة ونقدر نخلص الاربع سنوات بتوعنا بسلام. من الحاجات اللي انا محتاج ان انا عرفها لو بتعامل معها في كلية احنا عندنا مجموعة من المواد الخطرة. المواد الخطرة بالنسبة لي حاجات ممكن تكون بنمسكها بادينا زي ادوات تشريح زي زي زوجاجيات في معامل كاسات وانبيب اختبار وخلافه كاسلاك موجودة عندنا في الفيزياء. آآ احنا كمان بنتعامل مع الكيمويات كاحماض وقلويات وماد كل ماد اللي اقتربت كيميا بيستطى لها اربع سنوات. عندنا كمان الشباب اللي موجودين ان شاء الله بايولوجي ان كان نبات وحيوان فدول كلهم عندهم آآ بيستعملوا علامات تشريح بيستعملوا مستمع بحاجات دي كلها فدائما محتاجين ان هم يخلق. فانا عندي دلوقتي اربع ايه تلات انواع من المواد الخطرة ممكن تقابلني. المواد الفيزيائية والكيميائيات البيو جاي. طيب. انا كطالب مطلوب من ايه اخطر حاجة محتاج ان انا معها في معامل الكلية. انا دلوقتي حاليا موجود جوه المعمل. تعالوا نشوف الدنيا اخبارها ايه. على الفيز بتسأل هو انا محتاج اشتري ايه علشان اكون موجود في كلية العلوم. خلاص تعالوا نشوف اما حاجة محتاج حضرتك تشتريها. اما حاجة حضرتك مش بتاقي تشتريها البلتو. خلاص? هنا البلتو اه مش مجرد بقى بلتو هشيله على قدية وان انا هروح اه يعني شايل ورايح وجاي او بقول لا امعفعشي عشان الشياكة وعشان الشكل بتاعي ان انا قلبس البلتو. لو بصينا بنظرة مختلفة تماما هنلاقي عندنا حاجات كثيرة جدا جدا محتاجين انا نتخلى بالا منها. اول حاجة محتاج ان انا نصحك بيها وانت بتشتري البلتو خلاص? اه محدش يشتري البلتو اللي هو مصنوع من البوليستر. اي حاجة مواد بوليستر او او مش اقطان يعني بيكون طبعا ليها مشاكل كتيرة جدا بتكون سريعة في الاشتعال. بتتأثر بالحرارة يعني فيها حاجات كتيرة جدا ما ينفعش ان انا اشتري بلتو لازم اشتري بلتو يكون اه منقوماش. طيب انا بشتري البلتو الليه النهاردة علشان طبعا اول حاجة ان انا احمي نفسي اصلا واحمي منابسي كلها موجودة. هو مش قصة ان هو موجود او تقاريد موجودة تقاريد كلها موجودة علشان ان انا بتاج لما البس لازم يحميني اه كويس قوي من كل الحاجات اللي انا اه هتعامل معها. انا هتعامل مع مع كيميا. هتعامل مع اه. مع ادوات تشريح هتعامل مع اه حاجات ملووسات كتيرة جدا جدا جدا. فمحتاج ان انا اخلي بالي منها كويس قوي وانا وانا شرعي. فلما بتشتري حالدك البلتو. بتشتري بلتو مصنوع من موات اه اطنية. ما يكونش فيه نسبة اه مش قصة ان هو دي واسع لازم يكون على جسمك بحيس ان هو ما يكونش جديد قوي ومحكم الاغلاق. طيب انا خلاص لبس البلتو بتاعي وداخل المعمل هيحميني وهيحمي ملابسي ممكن تقع اي حاجة على قدومي فممكن ممكن حمد وخلافه ممكن يقع على قدومك اللي انت لبسها وبالتالي موازها. فلو بازت هتبقى باشكالية طبعا الملابس غالي لمن دول لكن البلتو بيكون معك اه حماية نفسك. اه بعد بمشتغل البلتو بنلبسه بنخلص احيانا جدا جدا بنضطر ان احنا نخسل البلتو. غسيل البلتو دي من الحاجات المهمة جدا جدا محتاجين ان احنا نتخلي بنا لناها. لما بناخد البلتو البيت ما ينفعش ان هو يتغسل مع الغسيل العادي. ما يدخل في الغسيل بتاعنا في البيت. ما يدفعش عشان هو ابيض يبقى وحضرتك او اللي بيساعدك في البيت وخلافه. تاخد البلتو وتحطه في الغسيل العادي مع الابيض. عشان هو ابيض. لأ البلتو لازم يتغسل لوحدك. ليه? لان البلتو بالنسبة لك هو ممكن يكون كمية كبيرة جدا من الروسات نتيجة مواد كميائية بقى من سبغات بقى من بواقي تشريح من اي حاجة موجودة فالبلتو ده يتغسل لوحده. ما ينفعش حضرتك تغسله اه مع الغسيل العادي. دي نقطة مهمة جدا جدا محتاجين ان احنا نخلي بنا للناها. كويس كده. يبقى البلتو بلبسه في المعمل. ولو البلتو الموضوع ما هوش تحكم ولا حاجة. لأ البلتو بيحافظ عليك بالشكل شخصي. بيحافظ على حاجة كلها. محتاجين ان احنا نخلي بنا منه. الحاجة المهمة جدا في البلتو. وانت في المعمل ما تفتحش البلتو. ما الموضوع ان واحد يبقى فاتح البلتو بتاعه وماشي كده علشان الشياكة او بقية التشيرت بتحت منه او البلوزة. عشان كده لأ. البلتو لما بيكون مقفول بيديني فرصة ان انا اتحرك بسهولة. بيديني فرصة ان هو ما يشبكش في اي حاجة موجودة مصمار او اي حاجة على البنش. الحاجة الاهم كمان ما يبقاش البلتو بالنسبة لي شغال اك انه قماش عمال يمسح بها البنجات. طول ما هو مفتوح. لكن لو انا لابس البلتو حضرتك او حضرتك. لابس البلتو لازم انك تقفل. الكلام ده ما بتقلب في السكشن مش عشان تعايد ولا حاجة. لكن ده حماية لك انت اصلا لو بسيط ببعدها. هتلاقي انت في الاول الكسبان. يبقى بناخد البلتو معنا واحدة خليل معمل. البلتو بيكون مقفول. وزي ما احنا قلنا. بنكون حاصين جدا ان احنا نشتري بلتو ويكون قماشته. غير قابل الاشتعال او بطيط الاشتعال اللي هو طبعا القطن. حاجات بتكون اه صعبة الاشتعال وبتقصر بشكل كبير جدا جدا بالاحماض. منتفقين? يبقى انا البلتو حاجة اه اساسية محتاج ان انا اخلي بالي منها. يبقى لبس البلتو بتاعي اساسي. دي اول حاجة محتاج حضرتك اخدها وانت موجود في الكلية. ولو سألتم زميلكم هتلاقيها عندهم اه كتير ممكن حاجات تحصل ملابس تحصل لها اه تشوه نتيجة اصباغ او يحقق عليها حاجة تعمل فيها فتحات تحرقها او حاجة زي كده. البلتو بيحميكم كل الكلام ده كله وبننبه تاني. البلتو لو ما يتغسل ما يتغسلش معه غسل البيت. يتغسل لوحده لانه بيكون عبارة عن مجموعة من الملوسات حتى لو كميات صغيرة لكن احنا طبعا نكون حرصين على سلامتنا ما يكونش فيه حاجة مين التلابس. طيب القفاز الموجود ده بحتاج ان انا اه يكون موجود معي. بيخبز على نفسي خصوصا الناس اللي بتتغل في التشريح. سانا اقول انا بيقول دي الناس هتعامل مع الدبار ده. اشتريح الدبار ده. يبقى انا محتاج ان انا خلي بالي كويس قوي قوي من الموضوع ده. معاين دي القفاز اللي هو بلبسه. ممكن اجيبي حاجة وان يوز وبتخلص وبتخلص منها في في الزبالة بعد ان انا بخلص. خلاص? او ان انا لو جيبت حاجة مستديمة شوية بيحتاج ان انا اخليها نضيفة معايا واخذ سلام. دي نقطة اه مهمة جدا. محتاج انها هتحميني وهتحمل جلد اه بتاعي. خلاص? من اي اه ملوسات. طبعا لو انا هشتغل مع حاجات سخنة وحاجة زي كده ما يفضلش ان انا هشتغل معاك. فانا طبعا ما بقى حريص اول عارف بتاعي بتكلم عن ايه بالزبط? فانا اه موجود والدنيا بتاعتي كويس. يبقى والكفاس. نيجي لحاجة كمان اساسية جدا محتاج ان انا اتعامل معاها. هي موضوع الجوجل النضارات. النضارات اللي هي زي او زي نضارات السباحة واي حاجة زي كده بتلاقيها موجودة في شهر عمر. طيب انا ممكن حاجة بعشرة سوار جنيه ولا حاجة. الجوجل الموجودة دي كده لما الواحد بيلبسها هرعنيه في المعمل اوكي بتحميك الحاجات كترة جدا. لو نسبة حدوث الحادث او الخطأ اللي ممكن يحصل منك او من زمالك الموجود معك. بنسبة واحد في المليون انا هعتبره نسبة كبيرة جدا واخلي بالي من نفسي. اوكي ممكن حضرك تجيبه وتلبسه وزمالك يعني كده او ان هما يقولوا لا ما انفعشي نطط والكلام ده كله. لا خلي بالي كويس قوي ان هو هيحميك وهيحمي عينيك لو لقدر الله حاجة انكسرت او حد بيحط حاجة في حاجة حصل اي رزاز من اي الحياة دي كلها او انت بسارة من اي حاجة حصلت هيقدر ان هو يحمي عينيك. لبسك اللي هيدي كلها بالزاد في معامل الكيميا انا هعتبره بالنسبة لي وهعتبره امان بالنسبة لي شخصيا وهيحافظ على نفسي نتقدر الله يحصل اي حاجة وفي حاجة خير بتحصل نتيجة تسوق استخدام ممكن حاجة تنكسر ازاز يطير ممكن تلكميائية تنكسر وتعمل رزاز ممكن حاجات دي كلها انا بخلي بالي كويس قوي نفسي خلاص? وبحمي عينيك لو انا عندي الجوبلة دي وهيلبسها وفي المعمل وبخلص وبعدين بحطها في الدولاب الموجود او بخدها معي. خلاص يبقى انا في الاساس حميت شخصي من النقطة دي دي كان حاجة كويسة جدا جدا بالنسبة لي ان انا هقدر احافظ على عينيك حاجة ممكن بتحصل. يعني دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للشخصي بتاعي. يبقى انا بلبس النطارة بتاعتي وانا موجود في المعامل بزيارة المعامل الكيميا. الكمامة واحنا كده كده لابسين الكمامة. طيب اوكي انا هلبس الكمامة فين? هلبسها في معامل الكيميا وهلبسها في معامل البيولوجي لو انا عندي اي مشاكل صحية محتاج ان انا نلبسها وفي الوقت الحالي طبعا احنا قلنا بخلش الكلية اللي ازا كنا لابسين الماسك بتاعي. الماسك اساسي وبرضو حتى في الظروف العادية ان شاء الله يعني ازم الكورونا تنتيح على خير. اي مشاكل لكن برضو انا الكمامة معايا بتحمي جهاز التنفقصي بتاعي من اي رازق ازم. هي القصة اللي بتحصل ان انا الوقتي ربنا يبقى في صحاتكم الناس سؤالة في السن ممكن اوها هنجامل حاجة وما يحاجدش بالو من كلام ده كله. لكن انا محتاج ان انا ايه? محتاج ان انا احمي نفسي على المدى الطويل لان الحياة دي كلها حداركم عارفين بيتأثر اه كل شوية. تمام? فالدنيا كده اه محتاج ان انا يكون عندي المسك بتاعي موجود. هو كده كده موجود معك. خلينا برضو يكون دايما بالنسبة لي ثقافة اساسية. او عادة اساسية ان انا لو دخلت المعمل كيميا او معامل بيولوجيا او اي حاجة انا نابس المسك بتاعي بيحمي رازاز ممكن ان انا اتعرض له نتيجة لديه وجود ابخرة وحداكم هتفوحوا ان شاء الله كلية وتشوفهم زي مالكم في سمات وشغالين في معامل كله اه دخان وكل واحد بيطلع علوم مختلف عنه التاني. الشباب في سنهم صحتهم بتستحمل شوية. لكن احنا على المدى الطويل محتاجين ان احنا يكون عندنا ده ان انا بحافظ على نيجي لاخطر حاجة موجودة في الكلية وهو موضوع الشوز. اه طلبة كلية العلوم والطلب المحصصين اللي موجودين في الكلية من تسعة لاخر النهار. فالتاني محتاج ان هو يلبس شوز اه مريح. اه ما ينفعش البنات يلبسوا اه اه بكعب عالي او احزية مكشوفة شوية او الشباب يلبسوا الحاجات المفتوحة او اللي يجوا بشايفش بزي ما انتم شايفين كده في المنظر ده. احتاج ان انا ايه ان انا اخلي بالي كويس قوي. انا جاي بكلية. همشي بس طبعا احنا عندنا تلات تاني وتلات ايام بس اليوم اللي انا جاي فيه. انا لابس حزاء مريح. وحزاء بيحمي رجلي. اكيد هتوقعكم شفت الفيديوهات نحن على نهاية في الاول. صفصية جدا. خلع سلالم منازل سلالم تلوم نهار بيتعامل مع كامويات ممكن حاجة طوع على رجليك. الجماعة بتقول ممكن طوع عليك صخرة وانت شغال في المعمل كده حتى بتشتغل بها طوعها في يديك. لو انت في البيولوجيا او في الكيميا ممكن ازازي ينكسرها بتدوس عليه او يوعي عور رجليك. خلي بالك كويس قوي 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 وانت بتشتري الحزاء اللي بتجيبك كلية يكون حزاء مريح وفي نفس الوقت يحمي رجليك. واكيد شفتم الفيديو وشكله انا بشتغل مع ايه. الحاجات دي كلها لو انا بغير بروح كلها لكن طالب علوم المحظوز بيقدر ان هو يحمي نفسه يحمي رجليه وفي نفس الوقت كمان بيحمي زمائي. لو انا بحافظة على نفسي ممكن زميلي واقع حاجة يكسرها انا ادوس عليها او تيجي في رجليه ممكن تعورني. فالناس تجيب الحاجة دي كويس قوي متجاة كلية. الموضوع بعيد تماما عن الشياكة وعن الموضة. انا جاي علشان ادرس. وبالتالي محتاج حاجة هنطلع على الدول السادس ده طرح ربعة مرات في اليوم. محتاج حاجة تساعدني اه وتريحني. همها الشوز. يبقى الشوز بالنسبالي بيحميني وبيحمي رجليه. وفي نفس الوقت كمان بيكون اه مريح. طيب. عندنا مجموعة من الارشدات انح محتاجين نخلي بالنا منها اه كويس قوي وانا اه وانا شغال. خلي بالي منها. هدخلش المعمل. ليس جان حد موجود فيه. خلاص? المعيد لارس المساعدة يشرح لك والفن بتاع المعمل موجود والمشرف بتاع موجود. بقى ما ادخلش وهستخدمش اي حاجة الاسي كان عندي المشرف بتاع موجود. وفي نفس الوقت كمان اه انا دابع عن داخل عشان انا لابس البلطو ولابس نظرات الامام بتاعتي وطلب مني الحاجات دي كلها منافذها. فخلي بالي كويس قوي واو ما تدخل المعمل هتلاقي فيه لوحة مكتوبة عليها مجموعة من ارشدات حضرتك القراحة الكاتالوج هتساعدك كويس قوي. وانت بستعمل مع اي كيمويات ولا اي حاجة هتلاقي فيها علامات تحذرية. ان شاء الله هتساعدني ان انا اشتغل على الموضوع ده. افهم الموجود ده. لو في اي مشكلة حصلت انا مش هقدر ان انا اشتغل مع نفسك ده. خلاص لأ انا لازم ابلغ او ابلغ الفني بتاع المعمل انا بشتغل ازاي. خلاص? محتاج ان انا ابلغ انا شوفت حاجة. ما ينفعش ان اخد خطوة افتح اي حاجة او اه اتعاني حاجة وانا معرفش عنها اي تفاصيل فانا هبلغ المشرف الموجود معي في المعمل او الفني. ايه كمان محتاج ان انا اخلي باله منه ان انا دلوقتي حاليا من الحاجات الخطيرة جدا جدا. ان انا ادخل وانا معي اكل وشرب. او ان انا طبعا بحكم طول النهار برا فانا ممكن ادخل المعمل وانا معي اكل وشرب. لقد عندي فرصة ان انا اكل ما بين والمعادرة او ما بين الاتنين في بعض فانا هياكل برا وهحصل ايديا كويس او. في طلبة كتير جدا ممكن تجيب او تجيب اي حاجة تاكلها. خلاص وبالتالي ممكن يحط الحاجة اللي هو متوسخ بطبيعة الحال ان فيه كموايات وياكلها. لكن انا بكون حريص جدا ان انا ما باخدش معي اي مأكلات او مشروبات داخل المعمل. خلاص? وبكون حريص جدا جدا كمان ان انا في المعمل آآ بخسل ايديا. النقطة دي آآ نقطة اساسية آآ احنا طبعا المعامل اللي هتخبروها كانت احلى كتير جدا جدا من الفيديو اللي حضرتكم شفتوه قلته حاجات دي مش موجودة. الحاجات دي اول ما اتعمل كده احنا عندنا بطبيعتنا كده عندنا سوق. فاحنا محتاجين نحافظ على المنترجات العامة. الواحد ما يمنش اي حاجة. ويبهدل اي حاجة. النقطة الاساسية آآ انت معاك شنطة كل السباب النهاردة بيوجد شنطة في كتفه شنطة الكتف دي او البنات معا شنطتها. انا ما عنديش ملع على فكرة ومش عيب خالص. ولا ولا في اي آآ حاجة من الاتيكيتي ومش اتيكيتي وخلافه الكلام ده كله. ان انا يكون معي صبونة صغيرة ليصابونة صغيرة اربعة خمسة صند الصغيرة دي كده او في جيز صغير ومعي في شنطتي اما بخلص الحاجة دي وانا في قلب المعمل. بفتح الحنفية واخسل ايدي او ان انا في اي حمام من حمامة الكلية ممكن ان انا اخسل ايدي. الموضوع ما فيش في عيب خالص ولا اي حاجة. ان كل ده حصل ان انا دخلت المعمل عملت مع حاجاتي. ان انا اخسل ايدي. طبعا يعني احنا كمان بقول الحاجات دي في الظروف العادية لكن فانا كمان مع ظروف كورونا محتاج ان انا اخلي بالي كويس اوي اوي من النقطة دي. النقطة دي مهمة بالنسبة لي علشان ان انا احافظ على نفسه. اه ملاكش ادعب اي مفتاحك اهربة ملاكش ادعب اي حاجة بتفتحش اي ادراج ما تفتحش اي محابس او اي صنادير موجودة اللي ازا كنت تعارف كويس او الحاجة دي بتاعت ايه. لو انت هتشتغل اه حاجة استشير الاستاذ الموجود في المعمل الموشف الموجود معك او الفني الموجود. من الحاجات المهمة جدا جدا ان انا وان شاء الله هتتعلموا الحاجات دي في خطط الاخلاء ان انا تنو موجود وانا في المعمل المعمل مش مكان للهزار او ان انا مهزر مع زميل او اي حاجة زي كده. عددكم شفتوا الحاجات اللي حصلت في الفيديوهات اللي احنا عرضناها ان حد حضت شنطيته على الارض او ان هو بتعامل مع اي حاجة. فبالتالي ممكن يعمل مشكلة. انت دايما بتعمل حساب خطأ الاخرين خلاص. وبتحافظ عليهم ولو كل واحد فيه نحافظ على زميله يبقى احنا نشاء الله نعدي الاسكشن ونعدي الاربع سنوات كلهم ان شاء الله بسلام. فانا بحافظ على النظام المعمل باخل لابس البلط بتاعي لابس حكي. لو معي شنطة بحطها بعيدة على الرف فوق خالص على البنش مش بسيبها على الارضة ممكن حد يتعطر فيها ولو حد يتعطر فيها ممكن يوقع ويوقع ناس كتير جدا معاه وبالتالي انا محتاج ان انا اخلي بالي من الحاجات دي كلها. اه لو انت بشتغل على اي حاجة بالذات الناس اللي شعر في الكيميا هيبقى دايما بيستعمل اللهب فمحتاج طول ما انا بستعمل اللهب شغال خلصت حاجتي بقفله مش بسيبه مفتوح علشان ما فيش زميدي تاني ما ياخدش باله منه لو بستعمل اي الكيمويات ما ينفعش ان انا اخد اخد حاجة من من الازازة واسابها مفتوحة لازم ان انا اقفلها تاني لان انا مش هلاستخدمها في حد تاني ممكن هيجي استخدمها بعد مني وما يكونش وايه اللي بيحصل فبالتالي ممكن تحصل اه كوارس انا محتاج ان انا اخلي بالي منها خلاص دي نقطة من الحاجات الواحد بيشيلها لو بتشيل اي كيمويات او بتفتح اي ازازة ايا كان حاجات دي كلها ما سيحتاج ان انا اتعامل معها بحظر شديد جدا وطبعا احنا قول الناس يكونوا لابسة كلها المسك اه معاها ولابس الكفار في ايديه فمحتاج ان انا اتعامل معها الحاجة الاجمل بقى ان انا هنا ما عنديش الكصة بتاعت التطوع بقى ان انا ادوق وشم والمس لأ انا لابدوق ولا بشم ولا بالمس اللي ازا هما كان فيه التجربة بتقول هنشم ريحة كزا لكن ان انا اتطوع وان انا احط اه مناخيري كده في الموضوع وشم اقول له لأ ده مش عارف ده ريحت ايه قواريني كده مالمسه ده بقى ان انا كده ادوق ادي كلها ممنوع حتى لو انا متعود من الحاجات الخطيرة جدا الموضوع الحاجة اللي احنا كلنا بنعملها كده خلاص اللي احنا بنعملها ان احنا بنحط الالم زي ما كان الفيديو بيقول كده واحد يحط متعود يحط الالم في بقى هو بيذاكر وكده صح لكن الالم الموجودة على البنش ده انت ما تعرفش البنش طبعا هتشوفوا البنشات هيبقى شكلها جميلة ووضيفة الالم موجود عليها هتشير تحط البقى او الكراسة بتاعتك اللي انت بستعملها كراسة المعمل الحاجات دي كلها يعني على طويل بيكون لها تأثير مش كويس فانا لا بدوق ولا بشم ولا بالمس اي حاجة وحكتي اللي بستعملها بحرص جديد جدا ما ينفعش الناس المكتبية مرمية على البنش كده الرايح والي ايه عمال مسيكها بيتيه وحراكها بتاخد زرات من الكاميرات الموجودة كشفه اللي اعمل بتاعة نفس الكلام انا بخلص بكتب او بحل فيه بروح بعيدة عن المكان في التجارب انا بعمل ايه انا موجود في مكان بخلي بالي كويس قوي من الحاجة دي نقطة اه مهمة اه دايما بخلي بالي كويس قوي من الموضوع الليها ما بقربش المواد القضى الاشتعال اي او اي وحاجة زي كده انا بعيد عن حاجات دي كلها لان ممكن بسوق تصرف مني يحصل اي حاجة بسوق تصرف مني هو اي حاجة على البلطو بتاعي اه مادة كحلية البلطو يقع عليه شوية اعدي جنب زميلي واشغال عليها بيسخن او بيعمل اي حاجة تقدر الله ممكن تحصل الحاجات دي كلها. انا كل ما كنت محافظ على نفسي وكل واحد فينا حافظ على نفسه. تبالتالي انا بحافظ على نفسي وبحافظ على زميلي في نفس الوقت. دي من الحاجات المهمة جدا جدا. كلام ما هو شكلام بس حاجات شايفه على الشاشة ده وقت حاليا. لكن انت حضرك هتدخل معامل والحاجات ده كلها احنا نصدنها. انا اخلي بالي من كل اللي بيحصل. دينا مجموعة من الاسعافات الاولية. واعاوزكم تحفظوا الكلام ده كويس قوي. خلاص? حتى لو مش هحتاجه. انا لواحد انقذ واحد عشان اعمل فيه حاجة. بس انا بكون اعارف الحاجات ده كلها. وطالما الحاجة ما عرفهاش ما عاملهاش. طالما الحاجة ما خافش على تدريب ما عاملهاش. ما ينفعش ان انا عمل حاجة ممكن اقذي اكتر من انا احاول ان انا احاول. خلاص? دي نقطة اه مهمة جدا المحتاجية نحن نخلي لانها اه. المهمة بالنسبة. طيب انا لو لو جلدي واقع عليه كيمويات اعمل ايه? خلاص? اول حاجة لو انا واقع عليه اي كيمويات ان انا اخسل اي داية بسرعة جدا. خلاص? مية كتير مش اقل من عشر دقايق. تحد ما ازيل اي اثر موجود. لو واقع علي اي كيمويات. اي كيمويات بودرة اي كيمويات سوائل اي حاجة ما شغال في المعمل. يبقى انا محتاج ان انا اخسلها بسرعة جديدة جدا. عشان كده احنا قلنا الناس دايما بكون حريصة ان هيكون معها خفازات موجودة مع حاجات سخنة. طيب ايه تاني كمان محتاجة? ان انا كمان الصابون لازالة كيمويات موجودة مع الماء. هتلاقي موجود في المعمل في مواد دايما نحطينها جميع حاجات دي بيقول لها هبتساعدك على انك تخسل كويس اوي وبصابون. وفي نفس الوقت احنا كمان احنا قلنا ان انا ممكن اجيب حاجة الشخصية معايا في شنطة مش عيب ولا اي حاجة انا باخسل ايدي وبطهر نفسي وبنضع. الواحد لما يخلص الحاجات دي كلها بيشيل المواد المروسة. انا لو وقع على جسمي النهاردة حاجة على هدوب اي مواد المروسة باخدها ولما باخدها البيت باخسلها خلاص? في مكان منفصل تماما لو حاجة. عشان كده احنا قلنا لبس بيكون اساسي. لبس البلتو ما هو تعهيد من الادات الكلية نحنا نلبسه. لبس البلتو مش عشان اه انا فتحه وبتمنظر بيو حاجة لأ عشان يحميني في الاول اخيات. دي بالنسبة لي حاجات خلاص? من الحاجات المهمة ان انا طبعا خلاص احنا عندنا في الكلية موجود في عيادة في الدور الارضي لو حصل اي حاجة احنا بنتنقل فيها وده بتحصل عندهم دايما موجودين مع حد الساعة خمسة وكل يوم لحد اخي بتلاقي العيادة موجودة وفيها حد من هو اه بيساعة. خلاص? اوكي يبقى انا دي حاجات بالنسبة لي اساسية. طيب لو انا اجيها حاجة على عناية انا مش لابس الجوبلا بتاعته حاجة بيعناية اكتر حاجة بتساعدني ان انا محتاج ان انا اخسل عناية اكبر كمية من المياه لفترة اللي هتخلها عن عشر اوار ساعة خلاص? حتى لو انت شايف ان الامر بمزبالك آآ بسيط لكن التعليمات هتريحك كتير جدا وان شاء الله تحميك من اي مشاكل ممكن آآ تخسل. خلاص? اوكي. لما بتخسل مش مجرد انك بتخسل كده وخلاص بترويش مياه على نفسك لكن انت بتخسل وبتتعاكل. عشان تتأكد ان الحاجة بالنسبة لي باقت نضيفها مية في المية. لو حصل اقدر ولا اي حاجة احنا طبعا جنب المساش في الجامعة واحنا عندنا ريالة. ان شاء الله ما يحصلش حاجة طول مرة بتتبع التعليمات الموجودة عندك. لو حصل اي حاجة وحد يتنفس اقرب حاجة بناخدها اننا بيعيده تماما على المنطقة اللي هو موجود فيها. خلاص? وبحطه في الجو مضيف عشان يقدر يتنفس هوا مضيف. احنا بنساعد بعض في الحاجات البسيطة السيطة. لو لا تقدر له حصل حاجة اكبر بيكون في تدخل من الموجودين معك في المعارض. رايز كده? تمام. لو انا حصل عندي استنشاط لاي مادة كميوية. الواحد طبعا بيتساعد اي حد بتفك الزرارة بتاعته بتساعده ان هو ياخد النفس بتاع الحاجات اللي احنا عارفنا كلها. لو لا حصل لقدر الله حد شم حاجة وفقد الوعي بتاعه. خلاص? بنحطه على ظهره. ونشوف عمالية التنفس بتاعته اخبار رائيه. وان شاء الله هيحصلش حاجة بحاجات دي كلها بنكون موجودين معك. طب خلاص. الموضوع التنفس الصناعي وده بتعمل فيه دورة في الكلية. انت ممكن تنقذ حد حصل له حاجة خلاص بعمالية التنفس الصناعي وان شاء الله بنضرب فيها ناس ويتلارموا الناس الفانية الموجودة معك في كلية يعرفوا الحاجات دي كويس او متضربين عليها. وان شاء الله بنعمل دورات باستمرار. لكن يعني مع ظروف كورونا ممكن توقف السنة دي. لكن هنحاول ان شاء الله في الامور العادية آآ نضرب الناس على موضوع التنفس الصناعي. طبعا لو حصلت كده اخرص الحصاد والاصابة دي من وده المستشفى. وانا بلعت حاجة. وامتى البلع بيحصل. تعالوا نشوف كده الجماعة اللي هما الفراودة. الحريفة. عاوز يسحب خمسة ميل. يسحب خمسة ميل. من من الازازة بالسحاحة. او بالمصة. يقوم ايه? عطت وشافت. خلي بالك. كويس كده? لان انت ممكن تشفت مع الشافتة بتبلع وبتحصل مع الطلبة الموضوع ده. كويس كده? خلي بالك. تمسك الشافتة المصة. تحطها كده في البقى. وتشفت خمسة ميلي. لأ. لان انت ممكن تبلع من غير ما تاخد بالك نديجة لسحب اركد. او ما تبقاش المتطوع بتاع الكلام ده. الكلام ده ما هو شعلوش المرجلة ولا دي علاقة باي حاجة خالص. لأ انا محافظ على نفسي. انا بسحب الخمسة ميلي بحط ايدي وبتعامل مع موضوع الضغط. لكن انك تشفت كده اوعى. لو شافت. في ناس بتاخد حمضة كابرتيك وحاجات كترة جدا. وبتحصل. فخلونا بعيد. واكيد ممكن زماني بعد موجود معنا ممكن يتكلف الموضوع ده بعد شوية. طيب. ايه تاني محتاج ان انا لو حصل الموضوع ده? لو لاحت بلع حاجة. خلاص عشان نعمل ايه? عملية التخفيف. تمام? لو انا بخط مادة قلوية محتاج ان انا اتعامل احط له مادة اه قاعدية. انا استغفر المايك عشان بس الصوت ما هترددش والناس بلا هتحاول تستفيد يعني. يبقى يا اخلي بالك اوعى اخلي بالك اوعى يا اخلي بالك اوعى ما يحصلش اي حاجة. ما تخلوش. يرأي استفرق. هو يرجع. الحاجة دي لانها ممكن كمان حرقة مرة المريء اتحرق تاني. الحاجة دي كلها بيكون لو دي قدر لاحصت الكلام ده كله بيكون اسرح حاجة انا بوضع ايه العمل الحاجات دي كلها للمستشفى. انا مش هيحصل معي الكلام ده كله لان انا خلاص اخدت القرار من الاول ان انا هتعامل مع الحاجات دي بحظر شديد جدا ما ينفعش ان انا اشهد. وما ينفعش ان انا اخد معي الكنز جوه المعمل. عشان ممكن طوع فيها اي حاجة. ما ينفعش ان احنا نعمل في بعض المقالب. او ان احنا نحضر مع بعض في الحاجات دي كلها. المعمل بالنسبالي خط احمر. محتاج ان انا خلي بالي من كل التعليمات الموجودة. اكتر حاجة بتحصل هو موضوع الشفط. والشم. الشم يشوف دي ريحاتها ايه? عشان يحفظ ريحاتها. خلاص. فبالتالي هو يقدر ان هو يأذي نفسه. لأ. انا لا هشم ولا هشفط اي حاجة. تعال نشوف العلامات الموجودة هتلاقوها موجودة عندكم جوه اه المعمل. الكلمة لو عليها الجنجمة لو هي بتاكل اي حاجة او حاجة قبضة ليشتعال كلها علامات محتاج نتخلي بالي منها هتلاقي في كل ما عمل نجول اللوحة يبقى بص عليها. بص عليها كويس قوي والمقضاء مش مش يعني ايه? ما تاخدوش من باب الهزار. لأ بص عليها واعرفها لان انت بتمسك كل ازازة كل ازازة عليها علامة من دول. يبقى انا عارف انا العلامة دي معناها ايه? وبالتالي هقدر ان انا تعامل معاها بالحذر بتاعها. وابعد عنها. ما ينفعش ان النار ما ينفعش ان انا عارف المادة دي تكسك وروحها بمسل او ان انا اشوف ريحتها او ان انا او كزا او كزا. فانا محتاج ان انا اخلي بالي من الحاجات دي كلها. هتلاقوا عندكم في المعمل حاجات كتيرة جدا من الحاجات دي اللي انتم شاهدتها على الشاشة. اقراها كويس قوي. مش تاخد منك دقيقة دقيقة ونوص للتلات دقايق وانت واقف قدامها. بص عليها علشان تقدر انك تحافظ على نفسك. خلاص? وتحافظ على زميلك وتحافظ على اهلك الملودين في البيت من البلط بتاعك ما تغسلش معاهم. يبقى انا محتاج تخلي بالي. البلط بتاعي بلبسه في المعمل وبقفله. لو لاش علاقة بالشياكة ولا بقى اي حاجة ان انا احمي نفسي واحمي ملابسي. النهاردة اقل تيشرت واقل بلوزة بسعارها غالي. يبقى انا مش هبقحها بالوان واسباغ. انا مش هقطحها نتيجة السكوط احماض عليها. لأ البلط موجود معي. البلط بيكفل اربع سين وزيادة. لو توسخ بيتغسل. ولو بس توسخ ومبقعة مش مشكلة. لكن محدش فيكم بيقبل ان هو يلبس قدوم مقطوعة او ان هو بحد الحكت والاسبخة او ان هو محافظ عناتش. ما ينفعش ان انا اجل كلية بمكشوف او مفتوح او ان انا حاجة انا طول النهار بطلع وانزل في نفس الوقت محتاج ان انا احمي نفسي كويس او. مش عيب خالص ان انا يكون موجود معي الصابونة بتاعتي بعد بخلص بخسر ايدي قبل ممشي. وده كويس او لان احطول النهار بنسلم على بقى لو كل واحد ايديه مسخة اكيد هينقل للناس اللي حواليه. فالواحد يخسر ايديه. الموضوع دي كمان جدا جدا بالازمة اللي احنا فيها موضوع قرونا فاحنا بنحافظ على بعض وبنبعد عن بعض المسافات كافية في النعمة بنلتزم بالتعليمات حفاظا على سلامتك خلاص لان لو قدر الله اتناها لاي حد عدوى اللي بيشيل عدوى هو اللي يعني بيشيل كلها ان انا اخلي بالي من الحاجات دي كلها. هنتبع كلنا التعليمات الموجودة التباعد موجود بنلبس الماسكة بتاعنا معظم الوقت حتى لو بيخنقني هلبسه عشان انا معرفش الدنيا اخبارها ايه مين جاي وشيل العدوى مين عنده العدوى هو ما يعرفش حاجات دي كلها احنا محتاجين ان احنا نخلي بنا منها كويس قوي مقطة مهمة خلاص هنتبع تاني كل التعليمات الموجودة خلاص موجودة عندكم في كل معمل حاجات دي كلها احنا عمناها سكرين شوت من المعمل عندكم اه نتبعها خلاص اه بكده بيكون انا يعني خلصت الجزء الاول من اللي هارده لو في حد عنده سؤال اكتب سؤال في الشات لو في حد عنده حاجة اكتب سؤال في الشات وانا عليك ده في سؤال اكتب سؤال في الشات خاص بيه موضوع الامان المعملية اه ايه الاخبار? معانا معانا حاجة دهوقتي اوكي بناخد البلط وامتى حضرتك بتشتريه? الاسبوع الاولاني اسبوع اه تسجيل الجروب بتاع قريبا متقسم سا كاشن خمسة وعشرين خلاص اه هي المسجد مفتاح في الكلية مش عارف الله يهم راحين ولا لا. اه لو انا عندي نظارة اه بلبسة بلبسة بطبيعة الحال ما انا كده لازم بلبس نظارة ايه? احنا الوقت هنشتغل ان شاء الله على ميكسوف تينز وانا شرح بعد شوية. علوم طبيعية بيحتاج بلطه? اي حد بيدخل معانا في الكلية بيحتاج بلطه? موقع التسجيل شغيية دلوقتي حاليا. علوم طبيعية ما بياخدش او حاجة. امتى هنسجل التسجيل شغيات دلوقتي حاليا? اه اشتري الادوات انت كده كده هتشتريها فاشتريها من دلوقتي. اوكي هنشتغل دلوقتي حاليا هفتح معاكم موقع الكلية وهنعمل شوات حاجات كده هنعرفها ان شاء الله. طيب. اه عشان عشان وقتكم اه هنعمل لموقع الكلية. تعالوا مع بعض كده هكتب لكم في شهاد دلوقتي حاليا موقع الكلية محتاجين ان احنا كدنا نحقص الموقع ده كده ساي دوت تانتا دوت ايديو دوت اي جي. خلاص احفظوا الموقع لكتبت وشهاد لكم قدامكم لوقتي حاليا. احفظوا الموقع ده كويس قوي. طيب نشوف كده انا محتاج اعرف ايه? موقع الكلية ساي دوت تانتا دوت ايديو دوت اي جي. احنا نشتغل الجزء الاولين على موقع الكلية وان شاء الله الجزء التاني على ميكروسوفت تيمز. طيب ده موقع الكلية. وحضرتك محتاج ايه من الكلية? حاجة بالنسبة لكم على الكلية حاجة كثيرة جدا جدا محتاج ان انا اعرفها. خلاص? اول حاجة محتاج ان اتعرف على الموقع. افتح الموقع النهاردة من على الكمبيوتر بتاعك او من على اللاب او من على الموبايل وشوف ايه الموجود عندك. طب هو انا ايه بيهمني في الموقع النهاردة? بيهمني حاجات كتير اول. هنجيب كده الموقع بالنسبة لي كموقع انترنت ومهارة بيحتاجكم تعرفوها ان انا محتاج لما افتح موقع انترنت محتاج اتعرف عليه بشكل عام هو ايه الموجود فيه. طيب. الناس النهاردة بتسأل على انا هدرس ايه? لو جيت كده هتلاقي عندك كده في الجانبي على اليمين عندي حاجة اسمها البرامج المميزة. الكلية فيها مجموعة من البرامج المميزة برنامج البترول والتعديل خلاص برنامج التقنية الحيواء الصناعية دول متاحين بالنسبة لكم. فيه برامج تانية متاحة للناس اللي هما اتخرجهم وعاوزين يعملوه في قصات العليا دبلوما وخلافة. طيب انت عندك اتنين الاولاني بياخد كل طلب اللي المرشحين العلوم ده وده برنامج بمصرفات. برنامج التقنية الحيواء الصناعية بياخد طلبة علم علوم المرشحين العلوم تابع قسم البيولوجي تابع قسم النبات. وده برنامج اربع سنين. لو انت عايز تعرف اي حاجة عن البرنامج اضغط على البرنامج. بايز? يبقى انا الوقت لو عاوز حاجة عن البترول والتعديل. اضغط على البترول بتاعديل هيزهر قدامي التفاصيل الخاصة بي. ايه الموجود بالنسبالي اي حاجة انا محتاجها هلاقيها ان شاء الله موجود على البرنامج. بقى دي نقطة مهمة جدا بالنسبالي. طيب انا موجود عندي ايه كمان على موقع والكلية محتاج ان انا اعرفه. في ناس كتير جدا بتسأل تقول اهو انا هادرس ايه? اهو انا هادرس ايه في الاربع سنين. تعالى كده تشوف عندي حاجة اسمها البرامج الاكاديمية. لو ضغطت على البرامج الاكاديمية. خلاص? هيزهر قدامك حاجات كتيرة جدا جدا هتساعدك انك تفهم ايه الموجود عندك في سنة تانية او سنة تالتة او سنة ربعة لو انت دخلت تخصص معين. انا بختار الكل ايه? انا داخل ادرس ايه? انا داخل ادرس النهارده. في مرحلة البكاليريوز. اختار العلوم. وهقول له اعمل لي عملية عرض. انا النهارده داخل عاوز ادرس تقنية حيوية. عاوز اعرف ايه الموجود في التقنية الحيوية. انا عايز ادرس كيميا حيوية. انا عايز ادرس اخد اخد باكاليريوز في اي تخصص من دول. لو ضغط على اي تخصص من دول لو انا مسلا عاوز اخد باكاليريوز في الكيميا. ايه في الكيميا? هيطلع لك اسماء المواد اللي حضرتك هتدرسها في الاربع سنة. خلاص ان كانت مواد اكبارية او مواد اختيارية. ايه المحتوى بتاع كل مادة? يبقى انا هضغط على المادة بتاعتها هعرف الكود وهعرف التفاصيل عن المادة بتاعتها. من موقع كلية قبل اي حد خالص قدرت اوصل للحاجات اللي انا هدرسها. ان شاء الله سنة اولى طبعا سنة اعدادي. كلنا زي بعضها. لكن انا مسلا عاوز اخد التخصص اللي هدرسه. يبقى قبل مسأل اي حد انا داخل وشايف اسماء المقرارات الموجودة عندي. اتهم من ايه? جبناها من على الموقع الكلية اللي هو على وعندي البرامج الاكاديمية او الكاتالوج الاكاديمي. وايس? اوكي. دي نقطة مهمة جدا. انا كمان بيهمني ايه? هنشوف كده? انا عندي بقى ايه? حاجات تانية. زي ايه? الطلاب الوفدين مش هتهميني اللوايح. لو انا عاوز اعرف حاجة عن اللوايح. عاوز اعرف الجدول بتاع حضرتها. الجدول الدراسي. خلاص? اوكي. الجدول الدراسي. خلاص? شوف الجدول الدراسيه كده? مرحلة جامعية بفاتك? جدولك موجودة ايه. يبقى انا دوقتي اللي عاشر في الجدول بتاعي ممكن اجيب الجدول بتاعي من على الموقع الكلية. الطلاب كلها بفكر فيها. ايه ما بيفكروا على اسئلة? اسئلة علوم شكلها ايه? يعني عندك محاضرات وبنك اسئلة. عندك انتحانات سابقة. انتحانات بتاعت السنين اللي فاتت. بدل ما تروح تجيبها من اي مكتبة وتروح تدفع فيها فلوس. تدخل يا باشعة لعندنا اخر سنتين موجودين هتلاقي عندك كل الاسئلة بتاعت السنين اللي فاتت بتقدر تحمل اي اسئلة انت عايزة. دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لك طبعا انت هو عندك امتحانات عارف الدنيا اخبار ايه? تمام? طبعا بقى موقع كلية حضرتكم بتعرف منه كداول امتحانات بتعرف منه ارقام الجلوس بتعرف منه نتائج الامتحانات النتائج النعاردة كلها اونلاين بتروح على حضرتك في الدنيا كلها بالنسبة لي خلصان. طيب دي كانت اول حاجة محتاج عارف. ما عندي حاجة تانية? تعال اشوف بقول لي ايه? تعليم وطلاب. ايه الخدمات المتاحة بالنسبة لك التعليم وطلاب? وركز معي كويس اوه في الموضوع ده. كل الحاجات دي كلها بتساعدك انك تقضي الوقت بتاعك على الانترنت ويكون بشكل مفيد. طيب انا محتاج النهاردة. الطلبة النهاردة كلها بتتكلم على موضوع التعليم الاونلاين. هو انا هستفيد ايه من موضوع التعليم الاونلاين? اوكي. احضر محاضرات بتاعتي وانا قاعد في البيت. حسب كلام الوزارة وحسب قدرة الجامعة. طيب التواصل هيتم بحلال الايميل الرسمي. طيب احنا اولا ما عندناش ايميل لسه ولا اي حاجة خالص. عشان احنا لسه لديت جداد فلسه الجامعة بتعملوك الكرنيات. وكل طالب بيكون عنده ايميل رسمي موجود على الكرنيه. طيب هو انا ممكن اقدر اتابع حاجات دي كلها. عندك مجموعة خدامات طلابية. الناس تقدم على المدينة الجامعية. اللي اردت طبية انشطة اي حاجة انت عايزها. تربيه عسكرية. الناس احضر تربيه عسكرية. عندي حاجة مهمة جدا اسمها الحصول على البريد الالكترون. تفتح الصفحة دي كده. وتختاره بكلية. تكتب الكلام ده. وبعدين تكتب رقم القومي او جواز السفر بتاعك لو انت مش مصري. قويس? وتضغط هيزهار لك الايميل بتاعك. ده بالنسبة للطلبة التانية وتالت وردها متاح. لكن بالنسبة للطلبة السنة اولى السنة دي. لحد ما الكلام ده يشتغل انت ما اجل فيش مشاكل. كده فوق يوم ويوم كده ادخل على الموقع ده. موقع كلية. اختار الايميل الرسمي واكتب الرقم القومي بتاعك واضغط هنا بيانات. احتمال كبير جدا جدا بتحصل على الايميل بتاعك قبل ما يطلعوا موضوعات طباعة الكارنات عشان عادة كبيرة على المشتوى التامعة هياخد وقت شوية. انت ممكن تدخل على الايميل وتقدر تحصل على الايميل وتقدر تحصل على الباسورد بتاعتي. طيب. هعمل. هخليهم عالق انا نحتاجهم بعد شوية على مايكروسوفت تيمز حالة دلوقتي. طيب. بعد ما اخدت الباسورد واليوزر نيم. ممكن اعمل ايه? اه انا عندي هنا ايه? الدخول على البريد الالكتروني هون. لو دخلت على الموقع ده. هيفتح لك البريد الالكتروني. تحط اليوزر نيم وتحط الباسورد. احصل على الايميل بتاعي من الموقع الكلية. وكمان قدرت ان انا ادخل على الايميل بتاعك. ايميل هيكون بتاعك اسمك زائد رقم ايه. ده اللي احنا محتاجين ان احنا ان شاء الله نشترك. يبقى انا كده في الوقت ده قدرت اعرف ان انا عندي مجموعة من الخدمات. اقدر احصل عليها من موقع الكلية عن طريق خدمات طلابات. خلاص? الجبيد في الامر بقى ان شاء الله. ان شاء الله كده وتفعل استنادي بحيه. قريدة الاداب. احتمال كبير جدا جدا يتفعل في علوم بعد فترة قصيرة اللي هو موضوع الدفع الالكتروني. ان الدهات في النهاردة تدفع الالكتروني من اي مكان برا من اي خدمة دفع فوري من الفيزا بتاعتك من اي حاجة. من غير انك تيجي بكلية من غير انك تعمل حاجة. وخلي بالك الكلام ده كله هيتطبق. هتلاقي اي تعاملات مالية جينة بين كلية هتكون من خلال الدفع الالكتروني لموقعها كلية. فانت محتاج انك تعرف الكلام ده كله. خلاص? فاحنا عندنا مجموعة خدمات كبيرة جدا وجودة على موقع الكلية تقدر توصلها. طيب. انا عندي شكوى. اشتكي اشتكي اعسف او استقدم شكوى او اي حاجة. موقع الكلية في كل الصباحات عندنا حاجة اسمها تواصل معنا. الاسم الاول. اختار انت عايز تبعث الشكوى دي لمين? عنوان رسالتك وبريدك الالكتروني. وكتب الرسالة بتاعتك ويعمل لها ارسال. الرسالة بتاعتك هتروح للمكان اللي رايحها. انت عاوز تسأل حاجة عند وجيل الكلية او وحدة عندنا ابعت الكلام ده كله والرسالة هتوصل لنا. حسنا سيب انت ممكن توصل رسالتك. عندك الايميل وعندك تليفون الايه? الكلية موجود. ده من الاسم هي بالتواصل الموجودة عندنا. نقدر ان احنا نتواصل مع عدارة الكلية واحنا موجودين في ايام. ده كله خدمات الالكترونية موجودة على موقع الكلية. كل اللي عليك انك هتحفظ بس الموقع. موضوع سهل جدا ان احنا هنعرفه. ولو اعرفنا حاجات دي كلها هقدر ان انا احصل على موضوع خدمات. اماها موضوع طبعا دليل الالكتروني وبقى الخدمات اللي بتهمك كلها في كل الاربع سنية. كل حاجة ان شو الله هتلاقي ايه موجودة على الخدمات الطلابية بالنسبة لك مرحات باكري بروس. او لسانس موجودة معنا. طبعا بكروس علوم موجودين اه معي. ده كانت نبزة بس مختصرة كده سريعة على موضوع الموقع الكلية وايه بيفيدك الجداول موجودة بيفيدك الامتحات السنين الموجودة بنك الاسئلة بتاعك هتلاقيه موجود حاجات دي كلها بتهم الطلاب بشكل اساسي جدا. وبدل من انك تطبع وتصور وتسأل اي حد ادم منك اللي حاجة كلها موجودة سنين اكتر من خمس خمس سنين موجودة على موقع الكلية تقدر انك ايه تحصل عليهم بسهولة جدا. خلاص? يبقى انا محتاج انها تدخل موقع وقال لك. النصيحة للجميع اي موقع انترنت عليه خدمات انت كل اللي عليك بس انك هتقدر تدخل وتتصفح وكل مرة هتعرف حاجة انت عايز حاجات دي كلها نظام التشعيب تبيع عسكرية تعليم الالكتروني موجود لما انت عاوز تعمل عزر عايز تعمل اي حاجات دي كلها موجودة مشاريع التخرج كل حاجات دي كلها موجودة عندنا على موقع الكلية كل اللي عليك انك تتصفحها وتستفيد بيها ولو انت شايف ان في خدمة احنا نقدر نقدمها مش موجودة تواصل معنا. احنا موجود مكان في الدور الارضي. فالص على ايدك الشمال بعد ما ادخل الكلية. هتلاقي واحدة تكنيزة معلمات موجودة. واللي انا عايز الحاجة الفونية. اعاوز تواصل معكم. هنساعدكم ان شاء الله كمان في موضوع الايميل وتفعيل البشاورد وخلافه. بس اول ما يحصل على الكرنين وصل الكلية. قبل ما يوصل الكلية حضرتك تقدر ان تدخل الواقع والكلية حاليا وتتابع بس كده ايه كل يوم والتاني ايه اللي حصل. اول ما يصلع والجامعة تخلص الشغل بتاعها اكيد مية في المية ان شاء الله هنبلغكم. قويس? يبقى انا اه كده ده كان بالنسبة لي موقع بشكل مبسط وبشكل مختصر ادبنا ان احنا ايه نتعرف عليه. طيب. هتجينا حاجة الوقت حاليا لموضوع التعليم الاولاين. احنا هنحضر محاضرات الاسبوع الجاي لأ الاسبوع اللي بعدين ان شاء الله. خلاص اللي هو الاسبوع الفرج التاني اللي هو نهاية اكتوبر هيكون عندنا في محاضرات اولاين. هنحضرها ازاي? اوكي حاضراتك ان شاء الله سنة اولى هيتعمل لكم الايميل بتاعكم. خلاص? وزي ما انا قلنا الوقت هندخل ان احنا ندخل الموقع الكلية ونشوف الايميل بتاعنا اخبار ايه? بتعمل وما تعملش او وصل لشنو الطلاب ونوصلش اول ما يزهر ونعرف كل طالبة كلها بتاعها وكل طالب بيستعمل الكرنيب بتاعه. كل الكرنيب يكون موجود اه معه اه الاميل بتاعه بتقدر تحصل على الباسورد زي ما احنا قلنا دوقتي حالية من خلال مابعة كلية او من عندنا من المحنة الموجودة. طيب يعني بعد ما بعملهم بيكون عندنا فيه منصة ان شاء الله هنعنكم الله في وقتها المناسب. خلاص? بالتالي ان انا محتاج هتعامل مع برنامج اسمه مايكروسوفت تيمز. خلاص? ده موجود عندك على الايميل بتاع حضرتك لما تفتحه. خلاص? او انت دوقتي حالية ممكن تنزل على الموبايل. او تنزل البرنامج على الكمبيوتر بتاعك حسب ما انت هتشتغل او هتستخدمه. طيب تعال نشوف مايكروسوفت تيمز اخباره ايه? اخباره ان حضرتك لما هتعمل عليه. خلاص? لما تعمل عليه تسجيل دخول هتفتح الصفحة بتاعتك هتلاقي موجود عندك المواد اللي حضرتك مسجلها. خلاص? هتلاقي موجود عندك المواد اللي حضرتك مسجلها. تعال نشوف كده مايكروسوفت تيمز هيعمل معي ايه. الصفحة بتاعها حضرتك اول ما تعمل تسجيل دخول على مايكروسوفت تيمز انت بتنزل البرنامج من على الكمبيوتر. خلاص? او بتنزل البرنامج من على 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 وايس كده? هيظهر قدامك. هتلاقي موجود عندك كده المواد اللي انت كل واحد فيه اسم المقرر موجود. وانت طالما موجود عندك يبقى انت سجلت المقرر ده. يبقى كل المقررات اللي حضرتك هتسجلها ان شاء الله السنة دي. السنة اولى المواد الاجبارية والاختيارية موجودة عندك. هتلاقي الكلام ده ان شاء الله هتلاقي الاسباع اللي جاية. خلاص? لان الاسباع اللي جاية محاضرات عادية. الاسباع اللي بعدين ان شاء الله محاضرات اونلاين. فانت قابل الحاجات دي كلها. طيب انا هدخل منين? خلاص? انا بدخل عليه من الايميل اللي هنقول له حضراتك بقية هنبعت لكم فيديو خاص بالموضوع ده. انت هتنزل على الجهاز بتاعك. هتنزل على الموبايل. طبعا يفضل انها يكون عندي على الكمبيوتر لو متاح بالنسبة لكون احسن كتير. اول ما بتعمل تسجيل دخول بيكون عندك الفرق. احتراك هتلاقي عندك فرق موجودة زي دي كده باسم المقررات وانت عضو فيها. احنا هنعمل لك الكلام ده. انت مش تعمل حاجة. كل اللي عليك بس انك هتفتح وتعمل عليه تسجيل دخول. التسجيل دخول على مايكروسوفت تيمز. ان شاء الله بالايميل الرسمة. والباسورد هتاخد او هتاخدها مع الباب الرسمي. خلاص? التعامل بيكون بالايميل الرسمي. الايميل الرسمي معاك النهاردة. الى ان يا شاء الله تتخرج من الولاي. ان شاء الله بعد اربع سنين. من دلوقتي ان شاء الله يكونوا كلكم خرجين. ومعاكم الايميل الرسمي. حيساعدك في كل حاجة. وانت شجاك. دولك وامتحاناتك ومايكروسوفت تيمز وخلافه. الموضوع ممكن كله يطول شوية فاحنا ممكن نشتغل كتير قوي المفتاح بالنسبالي هو الايميل الرسمي والباسورد. فلما يجينا تاخد ايميل بتاعك هتحافظ عليه. مش هتدي لحد لان اي حد ده ممكن يعرف نتائجك يعرف حاجتك كلها. والباسورد لما تعملها رجاء ما تنساش. ليعمل باسورد ما ينساش. لان احنا بعملها مرة واحدة بس مش بعملها لحد تاني. خلاص? فانت اللي معك هتحافظ عليها قدر المستطاع وتكتبها في مكان امن كده وما تنساش. طيب. لما باخدها خلاص بعمل ايه? عندي هنا هو كده عندي تسجيل دخول. خلاص? مش عامل صغير اون دلوقتي حاليا. تسجيل دخول. طيب. هيحصل ايه? هيحصل الاتم. لو انا دكتور معاك النهاردة بديك مكرر. كويس? انت مفروض انك معايا في الفريق او ان انا تطالب عندي في المقرر ده. فانت بستمرار. هتفتح هتفتح ايه? بتاعتك. هتلاقي عندك كده في الجنب. هنقول حاجتين بس. هتلاقي عندك التيمس. مقصود بيها المقررات اللي حضرتك مسجلها. وهتلاقي عندك الكالندر. الجدول بتاعك. لو شفنا الكالندر ده. هتلاقي موجود في النهاردة تمنتاشر اهوت? خلاص? عندي ايه النهاردة تمنتاشر? عندي مفروض ان انا هبدأ دلوقتي هعمل حاجة. عندي محاضرة الساعة واحدة وخمسين ديئة. اوكي. طيب انا هعمل ايه? هضغط على المحاضرة بتاعتي. هتلاقي الحاجات دي كلها موجودة وهتلاقي كمان الايميل بتاعك بيعمل لك روماين طول الوقت. الحاجات دي كلها انت كده كده حافظ جدولك. هتدخل على المعاد المحاضرة اللي هي في الكلية نفس معادها فانت دايما جاهز المحاضرات بتكون ورا بعضها فانت هتلاقي عندك اليوم بتاعك اللي هو اللي موجود هتلاقي فيه المحاضرات اللي مفروض حتاك تحضر. انا عندي النهاردة محاضرة تدريب مع المستوى الاول لو ضغطت عليها كده. خلاص? هتلاقي عندك ان انا ايه? هقدر ان انا اعمل او انا مزبط الدنيا كلها لان انا ما عنديش فريق. فانا هعمل. فانا للوقت خلاص هعمل ميتنج ناو. عشان بس اواريكم النظام تقولوا ايه? خلاص? انا معي مفروض لما افتح الميتنج بتاعي هيزهر معي الطلبة كلهم. هقول له ايه? اول ما يبقى عند المعاد المحاضرة هتلاقي انت عندك كده موجود ايكونة اسمها جاين. هتضغط على جاين ناو. ايه? هيبدأ. مفروض اقابل مين? مفروض اقابل الناس الموجودين معايا في الفريق. خلاص? فانا موجود لوقتي حاليا هيبقى عندي اللي حالاتكم شايفينه ده. عندي الناس اللي موجودة معايا في الفريق لان انا مش معايا حد لوقتي حاليا مش عامل فريق ولا حاجة ما عنديش طلبة موجودة فيه. هتلاقي البرتسمنت حالك موجود. هيبقى عندك زمايلك موجودين. الاستاذ هيتكلم من المايك ممكن يشغل وبسجل المحاضرة بيبقى تسجيلها شغال. ولو حدتك عندك سؤال بترفع ايديك زي ما الناس رفع ديها من نهاردة. انا وعندي سؤال برفع ايه برفع ايدي. الموضوع مفيش فيه اه حاجة صعبة ولا اي حاجة خالص. كل القصة كلها ان انت معاك ومعاك هتقدر تدخل على هتفتح الكالندر. بس كده. هتلاقي فيها معادي المحاضرة موجود. هتضع على معادي المحاضرة بتعمل جوين. بس خلي بالك. خلي بالك في ايه? ان الدكتور عنده اوبشن بيعمل يعني ايه? يعني حضرتك لو فاتح الجهاز وما قدش قاعد هو بيعرف ان انت فتح الجهاز ومش قاعد. او ان انت عامل للشاشة. خلاص? اوكي. يبقى انا في الاخر خالص بيكون ان هو ياخد الغياب بتاع حضراتكم موجود. مين دخل? ومين ما دخلش. وفي الاخر خالص بيخلص. بتلاقي انت عندك حاجة كده في الاكتيفتي موجودة. موجودة فوق عند الاكتيفتي هتلاقي فيها النشاط بتاعك اللي حصل كله. وويس? ولو انت مشترك في تيم معين على سبيل مثال زي ده كده بتلاقي عندك كل الفايلات موجودة اللي الاستاذ رفعها. زي ما احنا دلوقتي كنا رفعين السنة اللي فاتت في التربيل اللي فاتت مواد للطلبة. وويس كده. دي المحاضرات بتاعتهم موجودة. هتلاقي المحاضرة بتاعتك تقدر انك تعرفها. او انك تقدر انك تعمل لها عملية تحميل. وفي نفس الوقت هتلاقي دايما عندك باستمرار على الايميل. في حاجة يبقى خاص بتسجيل المحاضرة موجودة على الخاص بمين بساطة. الحاجات دي كلها اصبحت اساسية النهاردة. لو فيه امتحان ولا حاجة هتلاقي الجريز موجودة. لو فيه تتعمل او فيه تعمل اونلاين هتلاقي الاستاذ رفعه لك هتشوفه هنا. يبقى انا عندي الايه? الفايلات. ولو فيه اي رسالة موجودة من الاستاذ هتلاقيها موجودة في البوست. زي زي الكويتة كانوا بيتواصلوا معنا. موجود الايه? الرسالة بتاعتها. الحاجات دي كلها كانت موجودة من السنة اللي فاتت. شو الله ستشتغل عليها. هتلاقي فيه كل البوست موجودة ما بين زميلك والاستاذ. خلاص? هتلاقي عندك فرصة انك تحمل الملفات بتاعت المحاضرات. هتلاقي تحملها وتشوفها. هتشوف محاضرات او هيكون عندك فرصة انك تعمل لها وكمان هيكون عندك فرصة انك تسمع المحاضرة طيب انا انا شرحت حاجات كتير. الموضوع بيكون صعب في الاول لكن هو في اساسه اصلا سهل جدا. لو انا اتعاملتي معها مرة واحدة. انا مطلوب مني ايه? مطلوب مني حاجتين ان انا اعرفهم. خلاص? بعد طبعا ما اخدت اليوزر نيمي اللي هو الايميل بتاعي والباسورد من موقع الجامعة او من الوحدة طلقتي عندنا في الكلية. محتاج اعرف حاجتين. محتاج اعرف. بتاعتي اتأكد منها ان انا مسجل كام مادة على قوم موجودين قدامي. ومحتاج خلاص انا عارف الكلندر بتاعتي كل حاجة متسجلة عندي اخبار ايه? كل حاجة متسجلة عندي اخبار ايه? الفرق اللي انا مسجلها في المقارات اللي انا مسجلها اما عاد محاضراتك هتلاقي موجودة عندك كل ما عاد محاضرة حسب الجدول ان شاء الله هتلاقيها نازلة اوتوماتيك احنا بنعملها. هدك مش دعوة بها خالص. كل اللي عليك انك هتعمل للايه للمحاضرة لما يكون المحاضرة بتاعتك موجودة. الموضوع مفوش اي حاجة هيبقى بس محتاج ان انت يكون عندك انترنت كويس. كان يبقى في الموباير والاعلاب ايان حاجة موجودة كلها. هتقدر انك تحضر. بقولك خلي بالك ان الاستاذ بياخد الغياب من على ميكروسوفت تيمز. يعني بيعرف مين حضر ومين اه ما حضرش. مين بشغل الجهاز بشكل كويس وفعلا بيتابع. ومين مجرد ان هو بشغله او بيعمل حاجات تانية خالص. اه اتمنى لكم ان شاء الله يعني عام دراسي سعيد بتكون تجربة كويسة. احنا هنعمل ترينينج تاني وتالت ورابع. اول بس من فرق تكون. بس احنا حبينا ان احنا النهاردة هنديكم كده اه نفذة مختصرة عن الموضوع. بحيس ان احنا نعمل عاملات برينستورمينج. مايكروسوفت تيمز دي منصة تعليمية. بيتم التواصل بينها وبين الاستاذ والطالب. الطالب بيدخل عليها باستخدام الميل الرسمي. بيلاقي عليها كل المقررات الخاصة اه بي. حيس ان هو ان شاء الله يقدر يتابع محاضراته كلها اونلاين. هتلاقي الاساس دا كتير بتعمل كويس اونلاين. هيبقى فيه اونلاين او انتحات الميترمو خلافه. موضوع سهل. نفيش في اي مشاكل. انتو اشتر كتير في التكنولوجيا. الموضوع بالنسبة لكم مش هيكون صعوبة في الاتعام. كل دا عليك هتتأكد من موجود في اي مقررات اللي هي الفرق انت موجود فيها. وهتتابع الكالندر بتاعتك. وخلي بالك كمان ان الايميل الرسمي بتاعك ان شاء الله لما تاخده في بينزع على الموبايل اللي هو تقدر تنزيله على الموبايل لو جات لك اي حاجة هتلاقي عندك اي حاجة موجودة معاك. هتقدر انك ايه تستعملها باستمرار. نفتح كده ولو في حد عنده سؤال اه يولا نعلم. اوكي اه. نحسن الانجليش بتاعنا نحسنه ازاي? خلاص شوف لك قناة يوتيوب كويسة واشتغل معاها بس اشتغل معاها باحترافية ما تسيبش الموضوع كده. اوكي. اه. الفرق دي الفرق بيها مقصود بيها المقررات لحدات مسجلات. هتلاقي كل مادة لها فريق. الفريق بتاعها مقصود بيه الطلب الموابودين معاها. اه. لا ما يروحش يتفرج على المسلسلات. يتفرج على مسلسلات ليه? هو عاوز يحسن انجليش يشوف حاجة اه حاجة اه موجود. هنبعت اللينك للطلب الاتحاد. ان شاء الله يساعدوكو عليه. الاسبوع ده اسبوع تسجيل وان شاء الله الاسبوع الجاه هيكون في محاضرات. احنا هننزل اتنين هننزل الابليكيشن الخاص بمايكروسوفت تسأل هننزل مايكروسوفت وهننزل بس هنشغاله ولما يكون معايا الايميل. فممكن تأجيل التسجيل دهوقتي حاليا لحد ما يكون معايا الايميل. الناس تجيب كلية تفرج على كلية وتشوف كلية فيها ايه? احنا عندنا اسبوع في محاضرات اولاين وفي اسبوع هيكون في محاضرات في الكلية. موقع التسجيل بيقع بس عشان عليه ضغط كتير شوية فممكن اتطورة كلها اه ضغط عليه دهوقتي حاليا. اه انا معرف مين فاتح مش فاتح. هقول لك ازاي? مش هولت طبعا. انا عندي موجود قدامي يبقى معارف مين فتح الفيديو ومين مش فاتح. بناخد تقريف الاخر بيقول لي البرنامج بيقول لي خلي بالك فيه كم واحد كانوا موجودين. وفعلا بيتفعلهم وفيه كم واحد موجودين وكانوا عاملين او مش موجودين على على الجلاس. لان الدكتور احنا بينضح على الناس اللي موجودة معاه. مين? مين? خلاص? الاسبوع الجاي ان شاء الله محاضرات في الكلية. الساكاشن اسبوع واسبوع. الساكاشن مع محاضرات الكلية. اللينك بتاع التسجيلة ان شاء الله هتشوفوه يعني. الباسورد والايميل هيتوزعه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. هو بتعرف كل حاجة ده قد نهاردة في التكنولوجيا بتتعرف. مفيش حد اشتر من حد. اه الناس اللي جاي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله تجيب معاه البلطو ومعرفش بقى حسب الساكاشن اكيد زي ما لكم اتحدى يقول لكم ايه المطبوب يعني. ينفع تسجل في الكلية من نهاردة التكنولوجيا. فيه حضور وغياب يتسجل على الانلاين. الاسبوع ده اسبوع تسجيل ما عارفش ان كان فيه محاضرة او لا لا. فيه غيافة كلية بطبيعة الحال في العملي وفيه غياب اونلاين بالنسبة للمحاضرات. الاسبوع ده اسبوع تسجيل. الميتينج ده لكل الناس فوق الكلية. مش لحد معاين له. الله بس انا اولى اللي مفيش فارق بين اي حد فيهم. يعني تسجيل مواد يعني حضرتك بتختار المواد اللي انت بتسجيلها اللي انت تحضرها بتسجيله كل مواد. تدخل على الموقع بتاعك بليوزر نيمو الباشور ده ختم الارشاد. وتقدر انك تتعامل معهم. وتسجل كلها. حضرتك روح الاتحاد هاجر روح الاتحاد الارشاد الاكاديمي عندهم التفاصيل كلها. لأ الميتينج احنا موزعين اللينك بتاع فالناس كلها عندها الفرصة دي كلها. انت ممكن تسجل من البيت لو معاك لينك تسجيل. علام موجود على موقع الكلية خاصة بالتسجيل. الاسبوع الاولية بيكون اسبوع آآ تسجيل. موقع الكلية احفظوا بقى مش هتحدش انساء. اهو. خلاص. اعتبر اي موقع بالنسبة لك وتشتغل علي. اهو في دا كاتروب في احنا عندنا قسم اصلا اسم قسم بايو فيزيكس موجود. التسجيل مفتوح لاخر اسبوع ان شاء الله. طبعا لازم البلط من اول سكشن. ما احنا قلنا بقى البلط علشانك مش عشان حد تاني. موضوع البلط ده علشاني انا. مش عشاني انا. علوم طبيعية بتدرس ايه? ادخل على موقع الكلية. واختار البرامج الاكاديمية. واختار المواد بتاعتك عشاني. علوم طبيعية بتدرسه فيزياء والكيمياء ورياضة. وانجليزي ولغة عربية. لا في مواد كلها بتتسجل وفي بعض المواد. كلها بتحددها لك يعني. يعني. لو في حد الشباب الموجودين معنا النهاردة يقدر يتكلم المواد. واللنزيل على مواقع دوقات الحالية. مش تحت هيز دوقات الحالية. هو الاسبوع التالت. ان شاء الله. الاسبوع الجاي محاضرات في كلية والاسبوع البعادية هيكون محاضرات فيش أكاسفيisters الاسبوع ده مش عارف بس هو الاسبوع ده اصلا اسبوع المحاضر في كلية. يعني المفروض ده كانت فيه محاضرات لكن بحكم بحكم ان احنا البسة الطالبة كلها ما سجلناه ماسجلوش المواد بتاعتهم. يعني احنا مش عارفين مين هيسجل ايه بالضبط. طبعا بص نسبة لمستوى التاني والتالت والرابع. ان شاء الله لسه الاسبوع الجاي هيتكوض الفريق. المواد يعني مواد اكبارية لازم ان انا ادخلها وامتحن وانجح فيها. المواد الاختياري مواد برضو انجح فيها بس انا ممكن اختارها. لكن الكلية بتحددها غالبا. بين السكشن والمحاضرة. المحاضرة هو الجزء النظري والسكشن هو الجزء التطبيق. يعني اتساس بيشرح لك تجربة النهاردة في الفيزياء او في الكيميا بتدخل الطباقة في المحاضرة. شوفها بعينيك. الفيديو ده هيكون موجود مع زميركم ان شاء الله. ده موجود هتشوفوه حالي. التسجيل موجود احنا معنا ساعة تقريبا هتنزلها بعد اللينك الاتحاد والاتحاد هي نزيله لكوه. تمام? في سئلة تاني. لو ما قدرتش تسجل اسبوع ده هيبقى عندك تسجيل بغرامة وتفع فلوس. فانتروح تسجل احنا عندنا وقت ان شاء الله اسبوع يعني. انا بدأ انا بستسجل بدرس حفريات. ممكن تسجل من البيت. التسجيل مفتوح من الاول لليوم السبت لحد يوم الخميس. لو دخلت على تفضل هتلاقوا اللينك موجود وعليه كل التفاصيل بتاع سمينة. هنشتغل اولاين امت? هنشتغل اولاين الاسبوع التالث ان شاء الله. مش هنشتغل الاسبوع ده. امشتغل خلص الاسبوع ده? اصلا. مفيش مواد تكونت اصلا. الاسبوع الجاي الفردي واللزوجي. زوجي. زوجي زوجي زوجي. يعني اللي راحوا الاسبوع ده مش هيروحوا الاسبوع الجاي. اللي راحوا الاسبوع ده لأ اي فعلي من الاسبوع ده لو مجموعتين سانا اقول لهم مجموعتين اه هتبدلوا مع بعض. يعني مجموعة الف واحد مش هروح بقى الاسبوع الجاي هروح اللي بعده. اهو حسب حسب الجدول بتاعكم انا مش فاكر الجدول بالزبط عشان ما قولكش معلومة غلط. خلاص هتلاقي الحاجة موجودة عندك في الجدول مجموعة عالية معادي امتى مجموعة به معادي امتى? هتلاقيه موجود على الكلية? ادخل موقع على الكلية وهتلاقيه عليه موجودة. يا دكتور حضراك لينك التسجيل اه ابتح امتى عشان هو كل ما اخش عليه قول لي في خطأ. اخير مرة خلت علي امتى? لسه داخل عليه من ساعة قبل اه قبل البيتن. طيب انا هسأله وانا اخل الدنيا ورايه. تماما. وفي داخل عاماتا ضغط على الموقع حاول تدخل في اوقات ما يكونش فيها اه حاجة اللي كتير بيسجلهم فبالتالي عليه ضغط. فانت حاول ناكتبه ورايه. هو بيقول البيانات التي ادخلتها خطأ. فانا انا مش اعاد حال ده هات مشكلة في الجامعة اللي هما اخدوا رقم اتقام بتاعي غلط ولا في في بغض في الموقع. لو كده الناس اللي عندها مشاكل في التسجيل ومش عارفة تعال الكلية ومعاك باطل رقم بتاعك وروح الارشاد هتأكدوا من بياتك مظبوط وضع مش مظبوط. اجي الكلية معها اي حضرتك? رقم اتقاطك. تمام. اوكي ضروري يعني. عشان بس التسجيل اسبوع الجاي بيكون بغرامة. شكرا. شكرا. حاول كده معاك كده وفي اي حاجة. تمام. شكرا. طيب دكتور وماليش اروح فين بالزبط في الكلية عشان. واحدة الارشاد الاكاديمي. طيب تمام.